تي آي جي فارما للصناعات الدوائية رتما حياتنا السريع غير في نظامنا الغذائي واكتشفنا بعد جائحة كورونا الأولى والتانية قد إيه منعيتنا ضعيف ولو حاولنا ننتزل بتغذية سليمة فبرضو جسمنا ما بياخدش احتياجه الكافي من الفيتامينز والمعادل اللازمة لبناء جسم صحي ومناعة قوي فلازم نقف جنب منعيتنا علشان منعيتنا تقف جنبنا بنقدم لكم شيدو وفانيسي بتركيبة فريدة لبناء مناعة قوية لكل أفراد الأسر فانيسي مكمل غذائي ومقوي للمناعة لأنه مدعاً بيه لاكتوفيرين آيرن وفيتامين سي ويبروتين وسواء كانت منعيتنا قوية أو حسناً منعيتنا ضعيفة فبنستخدم فانيسي للحفاظ على مناعة قوية وتقوية المناعة الضعيف فانيسي للأطفال والكبار والشباب والرياضيين شيدو مكمل غذائي ومقوي للمناعة لأنه مدعاً بيه لاكتوفيرين فيتامين سي آيرن ويبروتين وفيتامين بي كومبلتس وفوليك أسد باستخدم شيدو في حالة الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر وأمراض القلب وفي حالة السيدة الحامل فانيسي مشيدو أكياس بودرة بتعم الفانيسي ساشت على نص كباية مية أو لبن وندوضه كويس ودمتم بمناعة قوية وصحة وعافية تي آي تي فارما للصناعة الدوائية موسيقى يا صاحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نزلة على خدك تمن الألم مغفرة في الدنيا والآخرة بالعفو مين قدك دي الشوكة لو شكتك تغفر زنوب سكتك بالعفو مين قدك من واحد لستة التباعد الاجتماعي روشتة في برنامج روشتة هذه كلماتي معكم الدكتور حسين الشورى في برنامج روشتة الحقيقة احنا بنحاول دايما نكون صوت الضمير جوه وطن عايز يعدي أزمة طرأت عليه بسلام الحقيقة التباعد الاجتماعي ومراعاة الاحتياطات الاحترازية اللي الدولة إلهية والعالم كله بيقوله هو عنواننا وشعارنا النهاردة لدرجة النظيف النهاردة أصر اللي يطلع أول سانيتين بالكمامة علشان يثمن إجراءات القناة في اتباع الإجراءات الاحترازية وعشان يبعث رسالة نفسية وعملية مفادها بالكمامة والتباعد نستطيع أن نحبر الأزمة ضيفي هو الأستاذ دكتور محمد عباس خبير العلاج والأدوية والمكملات الغذائية ومدير عام شركة تي آي جي فارما ضيفي النهاردة في رشدة أنا برحب بيك دكتور حسين أنا بشكرك وبشكر قناة الصحة والجمال على الاستضافة سمحني بعد ما أمرتونا بالإجراءات الاحترازية والتباعدة الاجتماعي أننا نوصل لرسالة لحضرتك تفضلت بيها ويربك تكون حلقة مصمرة ومفيدة صحيا وطبيا وعلميا وثقافيا لأستاذ المشاهدين مع حد من أعلام الطب والإعلام دكتور حسين الشوطي أنا هستعير عبارة قالها الكاتب الكبير يوسف القعيد على كتاب كنت كتبته بعنوان كيف تحمي نفسك وأسرتك من كورونا والكتاب ده صدر في يناير 2020 وعلق عليه الكاتب الكبير يوسف القعيد في مقال كبير في جورنان الأهرام يوم 20 يناير سنة 2020 كان يوم سبت وكان يوم عيد فأنا هستعير عبارة أنه الأمة كلها والعالم كله لم يكن ينتظر هذه الجائحة جاءت بغتة فنتمنى أن تغادر بغتة كما جاءت بغتة دي كانت كلمات الكاتب المحترم الكبير يوسف القعيد ضيفي العزيز وصديقي المحترم بساس دكتور محمد عباس شرف لي الخبير في العلاج والأدوية يعني مسلت إيه كورونا بالنسبة للعالم من وجهة نظر متخصص في الأدوية طيب علشان بس نبقى بنصحح المعلومة عشان محدش يعني يفهم الموضوع غلط أنا خبير في مجال الأدوية والتسويق الدوائي والإدارة في المجال الدوائي لكن أنا مش طبيب معالج أنا صيدالي زي ما حضرتك عارفك أخ وصديق من فترة كبيرة وأنا شرف لي أن أكون أخ وصديق الزعف خلينا نقول حاجة مهمة جدا دلوقتي خاصة بالمواطن المصري أنا زي ما طلبت من ساعتك أن التيك أوف أو البداية للحلقة تكون وأنا لابس المصك إحنا في مصر عندنا مشكلة كبيرة اسمها اللامبالا وكانت غلطة كبيرة من عفوا المسؤولين في وزارة الصحة في البدايات أن هم يرهنوا على وعي المواطن المصري بكل طبقاته وباختلاف مستوياته والاقتصادية وثقافاته والمستوى الاجتماعي والمادي كمان نعم بنلاقي في الأماكن الـ High Standard Area زي قلنا في بعض الأماكن في المحافظات في اسكندرية أو في القاهرة بعض المناطق في زايد في التجمع الناس المقتدرة ماليا قاعدة في الكافيهات وبتشرب الشيشة في أوقات كان ممنوع فيها الشيشة والدولة بذلت من الأجهزة المعنية قصارى جهدها أنها تعمل محاضر أو غرامات أو تصادر أو تلغي ترخيص ولكن الشعب المصري دايما فيه نسبة كده من الناس تحب بتخالف وعلى المستوى الشعبي في بعض الأهاوي أو المقاهي وبنلاقي برضو الشيشة في بعض الأسواق بنلاقي تجمعات ما فيش إجراءات احترازية في المولات وفي بعض الأماكن ما بنلاقيش إجراءات احترازية فده تسبب فيه مشاكل كثير مشاكل كثيرة وحضرتك تعلم أن أنا واحد من مصابي كورونا والسنة اللي فاتت مش بس كده ومسرتي وأربع أفراد يمكن من العائلة وأربع أفراد من العائلة توفهم الله وبالتالي أنا عايز أقول للشعب المصري لأ الموضوع أخطر مما تتخيله وإذا كان بعض الناس أنا حضرتك وأنا فقدنا أصدقاء من الأطباء والصيادلة في جائحة كورونا ما فيش حد في مصر قال لما يعرف واحد فقد أو واحدة فقدت كبار وشباب مش بالسنة كمان ومش لازم يبقى فيه أمراض مزمنة عشان فيه شباب مستهترة صحيح يقولك لها ده مرض الكبار أصحاب الأمراض المزمنة ده مش حقيق هي في الأول في الآخر هي مرتبطة بالآجال ولكن كمان الإنسان كيس فطن والمؤمن كيس فطن المؤمن بالله أيا كانت ديانتو وبالتالي دوري أنا وإنت أن نوصل ميسج ورسالة هامة جدا عرضة مش جايين عشان نتكلم على شركة ولا جايين نتكلم على مستحضرات ولكن نعايزين نوعي ونصقف الناس بدءا من الإجراءات الاحترازية اللي بتتمثل في أبسط شيء المسك النهاردة في مسكات النهاردة ما بتكلفش جنيه بحة أو تمنها بس أنت بالجنيه ده أنت بتحمي نفسك وبتحمي أسرتك بتحمي بلدك وبتساهم في الحفاظ وانا للنهاردة لما أقل الفرص الإصابة ما أنا بحافظ على اقتصاد البلد أنا بحافظ على صحتي وصحة أسرتي هندم لو أبوي أو أمي أو زوجتي أو أولادي جرانهم حاجة خلاص وبرغم من اتباع الإجراءات ولكن أنت النهاردة أصبح فيه ناس كارير للفيروس بدون أعراض يعني فيه ناس حاملين مننا حاملين للفيروس وقدرون على العدوى وقدرون على العدوى ممكن هو ما يظهرش عليه أعراض فأنت ما انتاش عارف هيجيلك من أنا نفسي لما أصبت سنة الفاترة ما عرفش جالي منين خلاص صحيح وتسببت فيه عدوى لزوجتي وأولادي إخواتي وهكذا طيب إيه اللي احنا عايزين نقوله النهاردة دكتور حسين واحد واثمين وتلاتة واربعة المسك اللي موجود في السوق أبو جنيه لو جبت علبة بالجملة انليك والأسرتك النهاردة بيقف آل من جنيه كمان خلاص ومن شركات معتمدة ونبعد عن الحاجات اللي بتبقى على الرصفة اللي قد تكون الخامات بتاعتها ممكن تسبب مشاكل موجوقة أصلا خلاص ده أنا مراحت غسيت إيه داية بالمية والصابون من وقت للتاني وأنا في البيت وأنا في الشغل لو أنا خارج وجيت من بره زي ما زوجتي بتعمل وزي ما أولادي بيعمله خش على الثالت أو على الحمام نغسل إيدينا والمية والصابون الهدوم بتاعتنا انتهرة أو نعقامها أو نستبدلها ما نفضلش نلبس فيها الأسطح بتاعتنا لما أخرج باب الأسانسير الأسانسير ده مصيبة المصايا لأن انت ما انتاش عارف مين اللي طالع فيه وكح فيه وعطس فيه بدءا من الزرار بتاعه لغاية لما تركبه والكابينة بتاعت الأسانسير مقفولة عليه الأماكن اللي احنا بنخشها مش بس السيدلية أو العيادة السوبر ماركت البقالة الكلام ده كله فلازم نبقى حذرين ودور المسك هنا مهم إزازة الكحول بتاعي في عربيتي أو في جيبي أو في شنطتي راجل أو ست أو في دراستي أو في جماعيتي مهمة جدا 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 علشان يبقى فيه قتل للبكتيريا والفيروسات أو الباول فنمرى واحد واثنين وثلاثة الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها بعدما بشكر حضرتك في استضافتك ليا النهاردة أني الإجراءات الاحترازية قبل ما نتكلم على المرض ونتكلم على الأعراض ونتكلم على الدواء لأني النهاردة تكلفة العلاج سواء في المستشفيات الحكومية أو لا قدر الله ربنا ما يحقب حد في المستشفيات الخاصة النهاردة التكلفة عالية جدا 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 آلاف مؤلفة لا طاقة للمواطن المصري بيها صحيح صحيح ولا المواطن ولا الدولة ما أنت حتكفت على دولتك ده لأن حتى الأنظمة الطبية العريقة في دول زي أمريكا وغيرها نهارت 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 بقى إحنا في نعمة في مصر إحنا في نعمة من ربنا إحنا في نعمة من أن عدد الإصابات بصرف النظر عن اللي بيعلن رسمي لا في ناس معزولة في البيوت مش داخلة في الإحصائيات لكن هو في الحدود الآمنة اللي الدولة قادرة لذلوقتي أنها تساعد نحن عايزين المواطن يساعد الدولة بقى اتفضلي فانت أنا اللي عايز أقوله بس أنه إحنا في الدزارة صلاتكم لأنه الحقيقة الدكتور محمد عباس زي ما قلنا مش بس خبير في الأدوية هو سيدلاني قابس مطلع جدا وبيتابع كل جديد فعشان جدا أدي هناء من مطروحة وعد سمعة الرسالة هناء اللي معايا دلوقتي على الهواء من مطروح وكل حد عايز يتصل بخصوص كورونا أو حتى السكر أو الكبد أو الجهاز الهضمي أو التجميل أو العلاج طبعا بتاع كورونا لأن إحنا النهار دا إن شاء الله يعني محضرين مجموعة من المعلومات حتى ساعدكم جدا معايا الأستاذ هناء من مطروح السلام عليكم أستاذ هناء السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك اتفضل يا فدي لو سمعتنا عايزة أتكلم بفضل موضوع كورونا آه اتفضل بس وديتي كان عندها كورونا نتلاقى في شهر رمضان ألف سلامة وتحجزت وتعجزت لمنة 15 يوم تمام بس وبقت كويسة يعني لكده اطلعوها أن هي كويسة بس عندها ألم تتدرها تمام ألف سلامة بس أنا عايزة أعرف هي تتمل الإلاج ولا إيه بص يا وخمستاشر يوم خدت الإلاج خمستاشر يوم آه يعني خدت البروتوكول وخدت الأدوية وكل حاجة آه خد كل الإلاج اتعمل أشعة مقطعية بعد الحالة لا بعد مخفت على فكرة هم 14 يوم بعدها المريض بيبقى تعافة من كورونا نعم عملنا أشعة مقطعية بتقولي حضرتك لا ما عملنا في أشعة طب نوطي التلفزيون ونسمع من التلفون يا أستاذ هناء بعد إذنك آخر نقطة اللي بتعاني منه دلوقتي ديئة نفس جمدة ولا مجرد يعني ديئة نفس عادية ولا حدا تختضي مستشفى تفضلي مستشفى الحميات اتحجزت دلوقتي محجوزة في الحميات لا هي طلعت الوقت كويسة تمام أنا على دلوقتي دلوقتي الحالة إيه دلوقتي لا يا كويسة هي كفحة بس خفيفة خالص يعني تمام تمام هنتناقص أنا والدكتور محمد لوقتي في الحالة دي تفضلي قولي لو عايز تسألي حاجتين تفضلي وعايزة بيس عندها القلم اللي هي وفي صدرها ده عايزة أعرف فاست يعني عملي هي عندها حساسية في الصدر أو أي أمراض في القلب قبل كده آه عندها حساسية حساسية صدر لا حساسية ضيوب قنفية ضيوب قنفية لكن ما عندهاش مشاكل في القلب لا هي كان عندها أناميا لما كانت محفوزة حساسي الأناميا عندها لا لا طبيعا حنحكي ده الحديد والأناميا ده موضوعنا أنا والدكتور محمد النهاردة وحنحكي عليه وعملينه نقطة رئيسية حتى هو دي حكوا الزراسة معايا هو لأن إحنا فعلا عاملينه نقطة رئيسية في الحوار النهاردة ألف سلامة على ماما يا ترى الهميغلومين بتاعها كام؟ استي كانت ستة 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 أولي القوي قوي خدت نقل دم طيب ألف سلامة على مامتك وتقدري تاخد رقمي من إخواننا في الكنترول لأننا يعني عموما حالات كورونا بيبقى متعاطف معها جدا وأي أسئلة تتعلق بكورونا بيحاول قد مقدر إن أنا إن شاء الله أجاوب وقف جنب الناس أهل وطني وناسي زي الدكتور محمد عباس وزي كل الناس الطاقم الطب اللي في مصر المحترمين اللي بيحاولوا يكونوا فعلا درع وسيف ضد الفيروس مع المواطن في نفس الخندق ألف سلامة على ماما كتور محمد تعالى ناخد المكالمة بتاعتها كده ونحللها هي أخذت جزئين من كلامكنا محبرينه الأولاني الأنمية وأنه ممكن العيان كورونا تتسبب في موضوع الأنمية عشان كده كل الأدوية المفروض اللي تحتى يبقى فيها حديد علشان الجزئية دي الحاجة التانية اللي بتسميها post-covid syndrome كنا بنتكلم فيها قبل الحلقة عارض فتفضل اسمح لي فيه مسأل مصري خاطئ جدا 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 اسأل مجرب ولا تسأل طبيب أنا على فكرة آسف بسميه اسأل مخرب بحط النقطة فوق طيب مش جيم خار وفيه قاعدة الطبية إحنا بنتعلمها من أساساتنا الأطباء اللي أنا بقى كن اليوم كل تأدير واحترام لأن أنا كسيدالي لا يمكن أن أنا على عبدور الطبيب أم محمد على التليفون تيجي ناخد السؤالين ونجاو أم محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل اسألي يا أمي أهلا وسهلا بقول لها حضرتك يا دكتور نعم أنا كنت مريضة كورونا بس من السنة للفكة طيب ألف سلامة وتعافيت منها وأنا عندي حساسية صدر بس من ساعة ما أنا تعافيت من الكورونا يعني كده وأنا عندي برضك ديك تنفذ وفدري مش مرتهز الأول ألف سلامة تعافينا من الفترة اللي عادت يعني الحساسية معدلها بقى أكتر انت عارفة إن الحساسية بتيجي أوقات وتفك شوية بتيجي أوقات وعايزة أسألك بتاخدي بخاخة ولا لا أنا أنا بأخذ بخاخة بس لما بكون مثلا الحساسية يعني في الأزمة في الدور بتاعها يعني آه آه فبأخذ البخاخة ولما بأكويسها ما بأخذش البخاخة مش باستمرار يعني بس أنا من ساعة موضوع كورونا وأنا تذري مش مركيا طيب الدكتور محمد عايز يسألك سؤال اتفادتك آه آآ السيدة أمم محمد أختنا الفاضلة وحضرتك اتعزلتي في البيت ولا كنتي بتاخدي عليك في مستشفى لا لا في البيت عرفه الدكتور فاض وعادت في البيت بس أنا يعني داخل تعريقها وعملت لي مشاكل وعادت يجي شهرين تعبين طيب تمام أنا والدكتور حسين هنلض على حضرتك دلوقتي ألف سلام عليكم برضو خد الرقم من الكنترول احنا خدمين كل الناس اللي حتصلوا النهاردة بخصوص كورونا وزي ما بقول لحضرتكو يعني بإذن الله أنا وأخوي الدكتور محمد عباس هنديكو كل المعلومات الممكنة حول هذا الموضوع ألف سلامة وتقدري تتواصل معايا آآ بعد الحلقة والعلاق مجانا إن شاء الله برضو آآ أولا الحالتين اللي اتصلوا فيه زيهم كتير يمكن مش بيتفرج على الحلقة أو بيتفرج على الحلقة ومش عارف يتصل فيه زيهم كتير جدا آآ الحلقة الأولانية آآ بتاعت الأستاذة هنقل من مارسة مطروح آآ بتقول أني آآ آآ الحجز في المستشفى وبعدين الشفى آآ وبعدين لسه فيه آآ حساسية وضيء في التنفس آآ البروتوكول بتاع آآ آآ السادة آآ 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 أطباء آآ آآ مبنية على آآ وبالتالي محدش يشكك في البروتوكولات فعايز اقول كمان ان البروتوكول المصري من قطر بجد ما هو هايل بعض الدول تناقلت هذا البروتوكول عشان بس نعيد الثقة للمصريين في اطباقهم تمام واشادي ده ده احنا ننحني للسادة الاطباق المصريين وكفاءاتهم ومهاراتهم في التعامل مع حالات كورونا واسمح لي ان احنا يعني نرسل رسالة نعي ورفاء لكل اللي فقدناهم من اخوتنا واسدتنا وزملائنا الاطباء والصيادلة والتمريد تمام لان انا لما تحجزت في مستشفى انا كمان وقت كورونا انا شفت التمريد الده مش التمريد بس حتى التمرجية اللي بيعملوا او المساعدين اللي بيعملوا تطير تعالى بقى نفيد السادة اللي خايفين من كورونا او اللي اتصابوا بكورونا او اللي اتصابوا بكورونا وخفوا وبعدين ظهر لهم اعراض ما بعد سواء كانوا عندهم امراض مصاحبة قبل العلاج قبل الاصابة او ما كانش عندهم وبقى عندهم انا واحدة من واحد من الناس قعدت ستين يوم عندي تكسير شديد في الجسم والعضلات وفتيج واجهاد وتعب بنتي قعدت تمن شهور بالجيوب الانفية والكوحة فانا بديك امثلة حية مش وبالرغم من هذا انا كصيدالي وراجل خبرة في المجال 35 سنة برجع للسادة الاطباء سواء على السوشيال ميديا او زيارة في العيادات مختصين علشان نعرف من اسات ذات طيب ايه الاجابة للحالة الاولانية الاجابة للحالة الاولانية ان اعراض ما بعد الاصابة اللي تركت اثر في الصدر سواء كان فيه حساسية قبل او ما كانش فيه حساسية زي ما حضرتك استاذنا وزملائنا الاطباء واسد زيتنا فيه في العلاج للامراض الصدرية دلوقتي ويمكن ده مش محطوط في البروتوكول واسمح ليه بخبرة 35 سنة فيه حاجة اسمها الانتيليكوتراينز الحساسية دلوقتي ما بقيتش ظهور الهستامين في الجسم او في الكلام دوت ولكن كمان فيه الليكوتراينز دي فيه بعض الناس عندها الليكوتراينز دي مسببة لحساسية قبل كورونا او ممكن تظهر ما بعد كورونا وبالتالي كان من ضمن البروتوكولات الحاجات الاساسية هو العلاج بالكورتزون تمام مع عدوية الكحة وموسعات الشعب الهوائية سواء كانت اقراس او ما شبه ذلك او عن طريق الحقن للناس في الوريد او في الكانيولا او الكلام ده كله او في الدرب للناس اللي محجوزة في المستشفيات فلازم ادي انتيليكوتراينز ومش عايز اقول اسماء تجارية علشان ما يتفهمش ان ده نوع مدعاية ولكن الانتيليكوتراينز الدكاترة عرفاها والصيادلة عرفاها ودكاترة الحساسية والمناع فالمنتكال والمنتكاست والسنجلير وي 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 لكن لازم ننتبه للجزئية دي علشان الاثار السلبية اللي اتقلبت بحساسية بعد الشفاء من يبقى والدكتور او ليه تحديدا مش عايز اقول الاسم يعني كتجارة لك كحاجة تجارية لكن الحقيقة او الجنيريكس المصرية مع نفس المواد الفاعلة او نفس المفهوم محمد بجد وتحسنه بطريقة. ومش موجود في البروتوكول. لا خالص. بس هو الحقيقة بيتضف حالات معينة. اللي في القطاع الخاص في القطاع الخاص ده كتير بيكتبوه. لكن كبروتوكول في وزارة الصحة مش محطوط على. نسمع ام ياسين من الاقصر ونجاوب بس وقفنا عند النقطة دي يا ليه الدكتور محمد ايه. اتفضل ام ياسين السلام عليكم. اهلا. ايه يا ام ياسين. انا 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 ياسين. ازاك ياسين من الاقصر اهلا وسهلا. انا كويس. اه اسأل لو في سؤال اتفضل يا ياسين يا جميل. اهلا وسهلا. انا انا ياسين حجاج بصري. اهلا وسهلا تفضل. عايز تسأل ايه يا اساس ياسين? ياسين حجاج بصري. اهلا بيك امر. طيب الجميل ياسين او الحجاج بصري طفل جميل ولبخ بسم الله ان شاء الله. ربنا يبارك فيه يا رب ان شاء الله. يعود الاتصال مرة تانية ويقول لنا عايز يسأل عن ايه. لكن احنا سعداء طبعا باتصال الاطفال كمان. اسمح لي. جميل ان الاطفال يشاركوا على فكرة. ان انا نوه لحاجة مهمة جدا. ان في اطفال كتير اصيبوا وقت الدراسة. او خارج الدراسة عشان ما ناتهمش الدراسة. وهما كانوا او المصدر بتاع اصابة اه اصارهم. اه. وفي حالات حوالين مننا بالطريقة دي. اه. نقلوا العدوى من المدرسة. وفيه زي ما حالات سمعت ان كان فيه بعض المدارس اتقفلت. اه. وانا مش بهاجم. ولكن بنقول ان اي حد في الشارع في احتكاكات جماعية. لان الكورونا ما خلصتش ومش هتخلص دلوقتي. فلازم ننتبه ونحضر نفسنا للموسم الدراسي الجديد بشكل فيه كافة العوامل اللي تضمن سلامة اطفالنا. وحي ومسؤولية. وحي ومسؤولية. وبالمناسبة انا ولادي كلهم خلصوا دراسة. فانا ما اقولش كده عشان ولادي. تمام. بس عندي حفتة. عندي ولاد اخوية. الكلام ده كله. ولاد الشعب المصري دول اجيالة المستقبل. طيب. انا بس عايز اقول انه الطفل الجميل ياسين بن الاستاذ قبل حجاج احمد مصري كان بعتلي فيديو. اه. هو اهلاوي جدا. وفجئت برسالة منه. انا طفل اهلاوي عامل فيديو. وكان عامل فيديو جميل انا افتكرت دلوقتي اه بحاجة كويسة. معنا اتصال من الغربية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اي فانا. اه لو صمحت يا دكتور حسان. نعم. انا واحد دعم عندي مريض الضخط. نعم. اه. وباخد اه بغيزك للضاخط. اه. رجلي الشمال زيت. دي حصل فقط امين. فلانت على دكتوره. انا قررت الانسحة. اه. الناسة. اه. اه. تفضلي. اه. فدلوقتي رجلي الشمال بقى مشي كده بتقوم قفش. تمام. الف سلامة. حاضر. الله يسأل. ما تفقيتلي عن الكفور وزيت اه ورومفل وزيت ارفة. تمام. هتقوم على بعض واسنيننا دلك طول ما انا بعمل كده. حلو بس الوجه كله مزل يعني بسمنا في في الصبونة بتاع رجلي كده. الف سلامة. طيب عايزين نفرق بين حاجتين بس عشان برضو الدكتور محمد نديره فرصة ويريد زميلنا يحاولوا ما يدخلوش اتصالات تاني لانه الموضوعات اللي طرحت مش عايزة اقول لكم احنا محضرين لكم معلومات كتيرة قد ايه وجميلة قد ايه انا ودكتور محمد فعشان ما نحرقش المعلومات انا بس عايزة اقول لاختنا اللي اتصلت ام محمود من الغربية بخصوص الضغط زباط الضغط. ايه الضغط من وقت للتاني. لا علاقة بين اللي بتقوليه حضرتك من ناحية القلم او التنميل في رجل او سمانة او كده وبين الضغط. فيش موضوع حالي احنا الضغط بنخاف لا يسبب جلطة لقدر الله عند بعض الناس. وده بيجي على هيئة ضعف في العضلات في نصف من الجسم او شلال لقدر الله اللي هي الجلطة اللي معتادة. فاحنا ان شاء الله مش هيحصل لك اي حاجة. انصحك بس تاخد اسبرين طبعا بعد انك تستشير الدكتور بتاع القلب او الضغط اللي بيتابعك. نقلل الملح في الاكل. نشرب سوائل قد ما نقدر. نحاول بقدر الامكاني لحاجات الملحة نبعد عنها خالص. نعمل اشعة على الضغر عشان الفقرات بتاعة الضغط على العصب فيما يسمى بعرق النسح. كل المعلومات دي قلناها في حلقات قبل كده وحنقولها تاني. بس النهاردة يعني لتكن الحلقة اليوم كلها عام كورونا. عشان ندي فرصة لضيفنا الاساس دكتور محمد عباس ان شاء الله انه يحكي معانا في الموضوع. بفكركم البرنامج كل يوم تلات ساعة عشرة بالليل اسمه رشتة. احنا معاكم فيه في كل ما يتعلق بمشاكلكم. واختنا اللي من الغربية تاخد رقم وتتواصل معايا برضو. اعليجها مجانا بإذن الله تعالى. كتور محمد تفضل الكامل. آآ خلينا اقول آآ علشان بس ما نحجرش على الناس التعبانة اللي هم منتظرين ان احنا نفيدهم بمعلومة. ان ممكن انت لو فتحت الاتصال ممكن يجيلك الف تليفون ومش محتاجة. مش هتكمل بس. مش هتكمل حلقة. وبالتالي آآ احنا عايزين نوصل معلومة للاتصل واللي ما اتصلش تغطي الموضوع بالكامل من خلال آآ آآ النقاط اللي هنتعرضها حتجوب على اسئلة. خلينا نقول حاجة مهمة جدا. احنا عندنا مشكلة في مصر اسمها الفاست فود والجانك فود. كمان. ودي خلت نسبة كبيرة مباقات زي الزمان نقض على آآ الطبلية ونقض على الترابيزة ونقض على الصفرة عشان نتجمع وناكل الاحتياجات الغذائية الصحية اللي تعلمناها واحنا في ابتدائي. يعني فيه عناصر غذائية لازم ناخدها. لازم ناخد كربوهايدريت النشويات. لازم ناخد بروتين. لازم ناخد بعض الفايتامين المينيرولز كلام. وده بيتأتى من الواجبة الصحية السليمة. نسبة كبيرة مش عايزين لان ما فيش حاجة مطلقة ما فيش حاجة ابسليوت. وبالتالي وما نقدرش نقول نسب ولكن فيه نسبة كبيرة من الشعب المصري صغير وكبير. بقى بيعتمد على الجنك فود أو ما بيأكلش أكلة أو وجبة متكاملة متزنة. فأصبح فيه اهتزاز في المناعة الطبيعية بتاعة جسم الإنسان. نتيجة الفيتامين ديفيشنسي نقص الفيتامين. أو مينيرول ديفيشنسي نقص المينيرولز. أو ان صحته فيها ما بيقدرش يعمل مجهود نتيجة انه ما بيكلش وجبة متوازنة. يبقى نمرة واحدة المناعة. ولما اتكلم عن المكورونا يبقى نمرة واحدة اتكلم عن المناعة. نمرة اتنين فيه ناس كتير ما بتاكلش فكهة. ما بتاكلش طماطم. ما بتاكلش سبانخ. ما بتاكلش غدار. ما بتاكلش جوافع. ما بتاكلش موز. ما شكومتر. حاجات اللي فيها الحديد. ومن هنا بينشق آآ آآ والمشاهدة المصرية كبار وللعيلة. أنيميا وده محور الكلام بتاعي مع حضرتك النهاردة زي سمحت لي. الأنيميا والمناعة. طيب أول حاجة الفيروس بتاع كوفيد ناينتين بيعملها في قاعدة احنا تعلمناها من أسات زيتنا زي حضرتك كده في الطب. إن في individual variation. حي. يعني واحد ممكن فيه فروق فردية انت عفوا واحد ممكن يصاب بالفيروس. وتعدي على خير. بأعراض خفيفة. واحد يصاب بالفيروس. ولا بأمراض سابقة ولا بأمراض سابقة. ولا بأمراض سابقة. ولا كبار السن. عشان الشباب المستهترين. صح. من الجنسين أو اللي بيشيشوا. صح. أو السجال اللي عمال على بطال. صح. خلاص. وبالتالي النهاردة المناعة هي خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الإصابة أو القدرة على التعافي في فترة قصيرة. تمام. أو التفادي للأعراض الشديدة اللي سمعناها النهاردة جزء منها صح. ما بعد الشفاء. صح. خلاص. صح. وبالتالي إذا كلمنا على المناعة أنا بتكلم على الغدد اللينفوية. بتكلم عن كرات الدم البيضة. تمام. وإذا كلمنا على الأنيميا بتكلم على هميجروبيم. بتكلم على الحديد. بتكلم على 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 الكلام دا كله. طيب. إزاي أنا أتفادى بجانب الإجراءات الاحترازية الإصابة. واحد إن أنا أقوي منعتي. طيب لو لقد در الله أصبت ومنعتي قوية الأعراض هتبقى أوليّلة. طيب. هو اللقاح بس اللي هيمنع. اللقاح كويس. محدش يقدر يقول كلام زي دا. ولكن الدراسات العالمية والبحثية بتقول إن اللقاح لا يمنع الإصابة. قال. ونسبة نجاحه هي 86 في المائة. وتكوين الأجسام المضادة. 99 في المائة. لما ياخد اللقاح. لكن هل يمنع الإصابة؟ ما يمنعش الإصابة. اللقاح لا يمنع الإصابة كلمة زهبية من الأستاذ الدكتور محمد عباس. وكان ليه حوار مع الدكتور مجدي عقوب موجود على اليوتيوب. تقدروا حضراتكم كلكم ترجعوله. كان بيقول كلمة أن الموت يبدأ من الفم لما الواحد ما يكلش خضروات وما يكلش فاكهة. الكلمة الزهبية دي اللي وقف عندها الدكتور محمد عباس. اللقاحات لا تمنع الإصابة. حنقف عندها علشان يعني فاصل إعلاني وبعدها نستكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور محمد عباس خبير الأدوية والمكمنات الغذائية ومدير شركة تي اي جي فارما للأدوية فاصل ونوع. تي اي جي فارما للصناعات الدوائية. رتم حياتنا السريع غير في نظامنا الغذائي. واكتشفنا بعد جائحة كورونا الاولى والتانية قد اي منعاتنا ضعيف. ولو حاولنا ننتزل بتغذية سليمة فبرضو جسمنا ما بياخدش احتياجه الكافي من الفيتامينز والمعادل اللازمة لبناء جسم صحي ومناعة قوية. فلازم نقف جنب مناعتنا علشان مناعتنا تقف جنبنا. بنقدم لكم شيدو وفانيسي بتركيبة فريدة لبناء مناعة قوية لكل افراد الاسر. فانيسي مكمل غذائي ومقوي للمناعة لانه مدعم بيه لكتوفيرين ايرن وفيتامين سي وي بروتين. وسواء كانت مناعتنا قوية او حسينا ان مناعتنا ضعيفة فبنستخدم فانيسي للحفاظ على مناعة قوية وتقوية المناعة الضعيف. فانيسي للاطفال والكبار والشباب والرياضيين. شيدو مكمل غذائي ومقوي للمناعة لانه مدعم بيه لكتوفيرين وفيتامين سي ايرن وي بروتين وفيتامين بي كومبليكس وفوليك أسد. بستخدم شيدو في حالة الامراض المزمنة زي الضغط والسكر وامراض القلب وفي حالة السيدة الحامل. فانيسي ومشيدو اكياس بودرة بتعمل فانيسي. ساشت على نص كباية مية او لبن. وندودو كويس. ودمتم بمناعة قوية وسحة معافية. تي اي جي فارما لصناعة الدوائية اهلا بكم. عدنا بعد الفاصل مع الاستاذ دكتور محمد عباس خبير الادوية والمكملات الجزائية ومدير شركة تي اي جي فارما للادوية. اهلا بحضرتك. اهلا بي كده. كنت نقول ايه قبل الفاصل. خليني اقول حاجة بس مهمة جدا. بعض الناس اللي عندها باسف تينكينج او تفكير سلبي قد تعتقد ان انا النهاردة بمناسبة ان ده موجود وده موجود وانا اضيف مع حضرتك ان احنا جايين نعمل دعاية للشركة. او نعمل دعاية للمنتجات. لا. الاعلام هو له دور يعتمد على الامانة العلمية. وبالتالي انا لما بيجي اطلع وقبلت ان انا اطلع مع الدكتور حسين عشان عنده الامانة العلمية وانا لازم يكون عندي الامانة العلمية. طيب. نتكلم على جائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع المصري اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وماليا وكل حاجة. طيب. البروتوكول في مستحضر يحتوي على الاكتوفير. طيب. عشان اهالينا البوسطاء نبسط لهم معلومة. زمان لما كانت الست بتولد ويتخلف. فيقولولها ادي النقطة الاولانية والسحبة الاولانية من سيدرك من اللبن عشان استرسوه. طيب. لان ده بيبقى فيه الاكسام المناعية. طيب. او الاميوني جلوبلين او الانتبوديز اللي تخلي البيبي اللي بيرضع طبيعي مناعته كويسة احسن من اللي بياخد لبن صناعي. تمام يا فنديم. تمام. وبالتالي النهاردة الاكتوفيرن اللي هو اه اه سرسوب اللبن او اللبن السرسوب. تمام. ده موجود فيه الشيدو. طب ما هو موجود فيه وزارة الصحة لوحده. صح. لوحده. لكن هل انا محتاج اللاكتوفيرن بس? لا. انا لما اقول الكلام ده فيه بعض الناس هتزعل مني. حي. لكن انا اه عمل ينتفع بيه من خبرتي العملية وخبرتي في الاحتكاج بالاطباء اللي متعلم منهم. خلاص? احنا محتاجين علشان المناعة محتاجين اللاكتوفيرن. ومحتاجين عشان الانيميا محتاجين حديد. ومحتاجين عشان الحديد يمتص محتاجين فيتامين سي. صح. والفيتامين سي كمان مضاد للأكسادة. طب علشان الكورونا كوفيد ناينتين بيسحب الحديد من الهيموجلوبين وبيحصل الانيميا. فانا محتاج فوليك اسد. طب ايه كمان بيساعدني في تكوين كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين. انا محتاج بيت ويلف فيتامين بي يبقى ما تقوليش أني اللاكتوفيرين لوحده هو ده كافيaréقولك مانا بدي معاه فيتامينات وبدي معاه ذينك وبدي معاه فيتامين سي طيب إذا إحنا وفرنا وفولك أست وحديد وفيتامين سي وفيتامين بيه 12 وفيتامين بيه 2 وفيتامين بيه 1, وفيتامين بيه 6 طيب انا وفرت ده كله في كيس واحد وفرت أعباء على الدولة المالية أن الدولة تشتري كذا منتج وفرت على المريض أن يشتري كذا منتج وأن ياخد مرة واحدة إذا كان وقاية وياخد مرتين إذا كان علاج هل هو المكمل غذائي عشان برضك الناس ما تمسكش علي خطأ المكمل غذائي علاج ليس علاج ولكن هو علاج مكمل ومساعد للعلاج الأساسي اللي بيوصفه إخواتنا وأسازتنا سادة الأطباء من مضادات تجلط من كورتزون من مزيب للبلغم من طرد للبلغم أو زكاة كحة جفة يبقى أنت توصف أو مضاد للكحة إذا كانوا بيوصفوا أنت ليكوتراينز إذا كانوا بيدوا خفض للحرارة مشتقات البرستامول وهكذا يبقى لشيدو النهاردة احنا الشركة بتوفره وأنا بتكلم عليه مش عشان الشركة وأنا مش مع حضرتك علشان نعمل دعاية المنتج قدم نقول أن المهم جدا للوقاية لأن الناس ما تاكلش كويس تاكل جانك فود فاست فود أن يتاخد كيس يوميا للوقاية وإذا كان معزول في البيت أو كان مخالط يبقى يعمل التحليل يعمل السي بي سي صورة الدم الكاملة يعمل السيرم في الرتين عشان دكاترا أو واحد صيدالي بيفعم في التحليل فيقوله ويعمل السي أر بي علشان نشوف معامل ومعدل الالتهاب طيب لو هو مريض يبقى لازم نعمل الحاجات التانية اللي تعلمناها من حضرتك ومن أسات زيتنا نعمل الدي دايمر نعمل الفريتين والكلام لكل طيب هو بيكوح وجياله بأعراض صدرية يبقى لازم أن نعمل أشعة مقطعية علشان نشوف أو ما يسمى بالزجاج المسارطة خلاص لقدر الله لما الشمس تدرب إزاز ضعيف كده طيب في نقطة مهمة جدا أنا أقول لحضرتك فيها أنت تعرف أن أنا قعدت تلاتين يوم عندي ضيارية عندي إسهل وأنا جالي شست يعني جالي في الصدر وجالي وانا اختبت بين الحياة والموت بس ما كانش لسه الأجل حاني طيب عايزة نقول لحاجة مهمة جدا لأسات زيتنا الناس اللي عندها ضيارية فيه مستحضر في السوق مش بتاع محمد عباس اسمه بروتوزول ده كان مماثل لمنتج أجنبي موجود ده أنا بدي إما أنتنال أو بروتوزول أو بدي حاجة ما يسيبش المريض بالضيارية دي وأنا الهدف مش أن أنا أوقف في الضيارية يعني الهدف أن أنا أطهر الأمعاء خلاص تمام لأن فيه نقطة تانية الناس مش واخدة بالها إيه آخر حديث ساعة في الساعة دلوقتي صحيا وطبيا وكورونا والفطر الأسود والفطر الأبيض صحيح؟ طيب هوا إحنا مش عارفين كأطباء وسيضلة ونقول ونعلم المواطن العادي إن استخدام المضادات الحيوية بقصرة دون استشارة طبية واستخدام الكورتوزونات علشان سألت أختها اللي جالها كورونا قبل كده أسأل مجرب خلاص خد كورتوزون يعني أنهي نوع من الكورتوزون بأنهي تركيز وأنهي جرعة ويوقف زايد الكورتوزون يقوم بمرة واحدة يموت تمام يبقى إذا ما ينفعشي أسأل مجرب أنا مش هنا عشان أنا مجرب وجالي كورونا أنا هنا عشان أنا سيضالي بقالي في الاحتكاك في المجال الطبي 35 سنة خلاص وبالتالي النهاردة مهم جدا جدا أنهي نحن بعرفين أن كسرة استخدام الكورتوزون لفترات طويلة وبجرعات كبيرة وعدم إيقافه بالتدرج بجرعات معينة هيؤدي إلى فانجل انفكشن هيؤدي الإصابة بالفطريات أين كان نوحة بقى واستخدام المضادات الحيوية عمال على بطال بأنواع مختلفة قبل الكورونا أو أثناء الكورونا أو بعد الكورونا لأن لسه الأعراض ولسه المناخير ولسه الودان ولسه الزور ولسه السدر ده ممكن بعض المضادات الحيوية بتسبب هيربس وبتسبب فانجل انفكشن وده راجح لضعف المناعة اللي عملها المضادات الحيوية والفترات طويلة فأنا مش عايزة أزود ضعف المناعة طيب فيه برضو عايزين نلو مش عايزة أفوت نقطة دكتور محمد بعد إذنك بعض الحالات اللي احنا بنعالجها احنا كذا كاترة بناخد وقت على ما نقول حد كورتوزون ولا لأ شوف انا كطبيب وشايف حالات كتير عليكتها بفضل الله من الكورونا ومش أي حد ياخد مضادات تجلط خالب إلا لما يعمل تحاليل دي دايما دي دايما ممكن تسبب نزيف ومشاكل الوفاء والحاجة اللي كاب بتتصل من شوية اللي هي يعني بنقول عرق ناسة ومش عرق ناسة وهي مريض الضغطي دي لازم تعمل البروسروم بين تايم وتشوف الـ INR لأن ربما ممكن لقدر الله تكون حاجة تأدي إلى جلطة زي ما حضرتك اتفضلت بزدل مش موضوع مصل بس متعالي الناس والله بدأ برضو درجة من الوحي في حتة مجرب دي انهم ما يجربوش لأ حضرتك في الحال كطبيب متخصص واستشاري أمراض بطنة وكبد وسكر وتغزية علاجية ولنا يا صيدالي موجود في المجال من 35 سنة أقول لسأ المجرب في الهين في دي تحديداً أنا كان عندي صيدالية في وقت من الأوقات ما ينفعش يجيلي مريض سكر وضغط عنده لغبطة وأوما نعدل له دواء لازم يرجع لطبيب كل واحد له حدود فما بالك بالشخص اللي هو لا طبيب ولا صيدالي تمام؟ نرجع للجزئية التانية وبالتالي كمان النهاردة خلي بالك بقى لازم نناقل لحاجة تانية أمراض الأوتواميون دزيز احنا تعرف أن احنا عندنا أمراض المناعية تصلب الشرايين المتعدد وبالتالي هنا أقول في ضعف ولا في زيادة في نشاط المناعة لازم محدش يفتي ودول اليوم علاج مختلف تماما وحتى في التطعيم لهم إجراءات يرجعوا الدكتورهم فالموضوع فيه تفاصيل كتيرة أعمق من أنها تبقى إسأل مجال نيجي نقول بقى إيه كمان الـ Viral Infection هي الـ Viral Infection خلي بالك من اللي أنا أقول يا دكتور حسين عشان عندنا أهالينا في مصر الـ Viral Infection الـ Hepatitis ده Viral Infection الالتهاب الكابدي Viral Infection اللي فيه مشكلة هو ده ما فيه مشكلة في المناعة لا ده فيه مشكلة في المناعة ده يبقى القضية بالنسبة لي أنا النهاردة معاك المناعة عشان كده قلت لحضراتك مناعة والأنيميا يبقى مريض الأوراق هياخد شيدو مريض الـ Viral Infection هياخد شيدو مريض الكورونا أو المخالط لمريض الكورونا أو اللي خايف من كورونا هياخد شيدو طب إذا كانوا أطفال بقى مش هياخد شيدو ليه؟ طيب إذا إحنا الشيدو إحنا زي ما الإعلان ظهر فيه أنه فيه folic acid طب هو فيه إيه تاني اللي هي ليه؟ قالت تركيبة متكاملة لأنه فيه كمان وي بروتين وي بروتين معروف أنه بستخدم في البودي بيلدينج وا وا لا ده كمان له دور مهم جدا مع لكتوفيرن مع لكتوفيرن أنه يقلل التقاصر بتاع الفيروس لو حصل إصابة في الأنسجة لأنه ممكن الأنسجة بتاعت الرئة يحصل لها complete fibroses وتليف كامل وممكن تؤدي للوفاء الجلطات اللي ممكن تحصل في والأعضاء الحيوية كبد ولا كلا ولا قلب ولا مخ لقدر الله خلاص يبقى إذن وجود الفوليك أسد مع الوي بروتين مع فيتامين سي مع الآير شوف أنا بعمل مع فيتامين بي واحد مع اثنين مع ستة مع اثناشر أنا أمنت مناعة وأمنت الموضوع تفادي الأنيميا أو مساعدة في علاجها إذا لقدر الله كانت دور شديد والكوفيد ناينتين سحب الحديد من الهومجلوبين دو عندي أطفال بقى من ثلاث سنين هنا يمكن ما فيش فوليك أسد ما فيش فيتامين بي كومبليكس ولكن فيه لكتوفيرين فيه وي بروتين فيه فيتامين سي وزي ما قولت لكتوفيرين وي بروتين وفيتامين سي وبالتالي الفانيسي من ثلاث سنين أقدر يعتمد عليه إن أنا أدين للأطفال أو للكبار أو للمخلطين اللي ما عندهمش أعراض أو تحللهم لو للوقاية دكتور وثين لو للهلاج للوقاية وقاية واحد من الفانيسي للأطفال أو الكبار من ثلاث سنين للوقاية طيب إذا كان بقى كان فيه مشاكل وأمراض مصاحبة قبل الكورونا أو أمراض مزمنة أو ضغط أو سكر أو روماتويد الحاجات اللي قلنا عليها عشان كده أنا تكلمت فيها أو كانسر لا قدر الله لا يبقى شهدو مرتين في اليوم إذا كان فيه أمراض مزمنة أو إذا كان فيه كورونا مع أمراض مزمنة أو إذا كان لا قدر الله كانسر أو إذا كان كذا 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 بعيد بقى عن الشهدو والفانسي والكلام ده كله تعالى نيجي للموضوع المهم برضو وهو موضوع الأنيميا عايزة أقول حاجة بس زميل في الكنترول بيقولي بعض اللي قاله الدكتور محمد عباس ماهوش طالع بالشد ولا الفاني سي أنا هسافهم يا فان دو أنا هتقاتل عليك وبعدين بتعم الفانيليا والطعم مقبول يعني هو فاني دي فاني النص الأول بالاسم يعني جاي من فانيليا عشان بس نحفظ الفاني سي سي مثلا فيتامين سي يعني بس عشان يعني النص الأول من كلمة فانيليا فاني و سي انت بتحفظ الناس اسم فانيسي في شكل حد بيقولي برضو شي دو يعني هي دو لا شي بالانجليز يعني هي شي دو قلت له لا وهي دو وخلينا نقول شده بقى شده من جسمك بقى المناعة شد الفيروس من جسم تمام فبعيد عن أسماء المستحضرات فاحنا بنقول يا سادة محترمين الليك تفرن لوحده غير كافي يا سادة محترمين الجانك فود لوحده غلط يا سادة محترمين الفاصط فود لوحده لازم نرجع للواجبة المتوازنة أطفال أو كبار النهاردة الأطفال مش عايزين ياكلوا جانك فود وحاجات مش بنعمل دعاية النهاردة الكبار السادة بتشتغل مش فاضية تعمل أكل الرجل بره طول النهار رجع بالليل واجبة أساسية مش متكملة ما بيكلش واجبة متكملة فمعظم المصريين يقيم ما فيه مشكلة في المناعة بقول معظم وصدقني لو 60% من المصريين حللوا علشان المناعة والأناميع هيكثر عندهم وبالتالي هي جزء مهم جدا 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 في الوقاية لحماية المصريين هو الاهتمام بالواجبة الأساسية طيب لو أنا ما بيقولش كويس شغل طبيعة شغلي فترات وساعات العمل الزوجة بتشتغل الكلام ده كله ليه بيسموه مكمل غزائي لأن ما بيخوتش ما بيخوتش في حاجة في الـ WHO منظمة الصحة العالمية والـ FDA منظمة الغذاء والدواء اسمها الـ RDA الـ RDA الاحتياجات اليومية الأساسية من الفيتامينات والمعادن والكلام ده كله والأملاح والكلام ده كله وبالتالي النهاردة النهاردة الحاجات اللي موجودة جوه المكملات الغذائية هي مكملة للنقص اللي حضرتك بتتسبب فيه في نفسك إنك ما بتاخدش الاحتياجات الأساسية وبالتالي اللي اعتماد على المكمل الغذائي الطبي المسجل المسجل لازم بعرفوا مصدره ومنه من شركة محترمة متسجل بجيبه من الصيدلية الصيدلية بيجيبه من شركة توزيع مش من مخزن تحت السلم علشان أضمن وشوف رقم الترخيص بتاعه والكلام ده كله ده مهم جدا 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 بجانب أكلنا نزبطه نمنا المية شرب المية اللي بتخسل وبتنظف أول باول يبقى لو إحنا عايزين نكمل وندي كابسولة متكملة واحد نم كويس اشرب مية كفاية اتطمن على نفسك إن منعتك كويسة من خلال تحليل صورة دم عينة بسيطة تقولك الغدد الليمفوية وزن نورمل ولا لأ في المعدل الطبيعي بتاعها ولا لأ الكرات الدم البيضة طب لما تكلم على الأنيميا الهيموجلوبين أخباره إيه كرات الدم الحمراء إيه الكلام ده كله وأسد زيتنا طبعا والصيدلة لا يمتنعوا عن الإجابة عن أي استفسارات زي ما كانت الناس بتتصل بحضرتك فكمان فاز إعلامي أنا النهاردة بوصل صوتي وبقول يا مصريين حافظوا على نفسكم حافظوا على أساركم أنا فقدت أربعة من الأسرة مش من الأسرة الصغيرة من العائلة أنا وإنت ومصر فقدت أطباء شباب وفقدت أطباء ربنا يتغمدهم برحمته وصيدلة وتمريد والجيش الأبيض كل التحية وكل التأدير للجيش الأبيض كل التحية للجيش المموه ولقائدنا الرئيس السيسي اللي أنا بعشقه في حل أزمة فلسطين وغزة والحفاظ على الدم العربي والفلسطيني والعربي في غزة دي أمن قومي وإن شاء الله بإذن الله على جيشنا وعلى مخابراتنا قصة صد النهضة مش قال الآن أنا خدمت في الجيش والدي كان زابط قوات جوية فأنا عارف القدرة وبعدين أنت بتتكلم على مين اللي قال خير أجناد الأرض ومين اللي تكلم على مصر في الكرآن مصر محفوظة ربنا برجالتها وجيشها وإن شاء الله بإذن الله نكون أنا وإنت قدمنا معلومة للحفاظ على صحة المواطن المصري كبير وصغير مريض وغير مريض أمراض مزمنة وأمراض مناعة ذاتية وغيرها وربنا يحفظنا عايزة المشاهدين أنا بس بستأذن كان المفروض النهاردة الحقيقة جاتنا بسالة من أستاذاتينا بممدوح وأكتر من حد نتكلم على التطعيمات النهاردة وكنا محضرين أنا والأساس دكتور الحقيقة محمد عباس ملف كبير عن التطعيمات نتمنى أن نستكمله المرة الجاية والخلاصة إن الناس تتطعم هنحطي كتير على الملف الناس تتطعم بس ترجع للاستشارة الطبية الأول علشان لو في أمراض لا قدر الله مصاحبة أو أي حاجة يبقى معروف حتى التطعم إزاي وإيه الاحتياطات اللي تأخذها مع التطعيم تمام ساعت النهاردة برضو باتصال طفل الطفل ياسين أبو الحجاج أحمد مصري اللي اتصل النهاردة الحقيقة ده معناه إن إحنا كمان الأطفال بيشوفونا يا دكتور محمد حاجة جميلة ونجاح لبرنامج حضرتك رجلتة وتحياتي وتقديري وشكرا على الاستضافة لك والقناة الصحة والجمال ده شرفين عزيز المشاهدين بفكركم تقدروا تتواصلوا معنا على البرنامج وعلى الأرقام اللي موجودة دلوقتي ودائما إحنا في خدمتكم إن شاء الله انتظروا برنامج رجلتة كل يوم 3-10 بالليل بإذن الله بنقدم ونطرح كل جديد في النهاية لا يسعوني إلا أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد عباس دي في النهاردة أنا متشكل جدا شكرا خبير الأدوية والمكملات الخزائية ومدير شركة تي اي جي فارما للأدوية على هذه المعلومات القيمة الحقيقة ودايما أنا هو بنحمل دويته لطيف جميل جدا يعني هو بيقول خبرتي في الدواء 35 سنة بسنة أصغر من كده بكتير أكيد أنا ما عنديستش يعني تور محمد بسم الله لو هقولك هنجيب لك عروسة المدام هتزح فبنا يتاول عمرك أعزائي المشاهدين وصلنا لختم هذه الحلقة انتظرونا في كل جديد إن شاء الله ربنا يحفظ هذا الوطن يحفظ بلدنا وأهلنا وناسنا فاصل إن شاء الله بإذن الله ونصل للختام الآن يعني لا يوجد بيننا أبدا ولا فاصل ولا منقطاع إن شاء الله لأن الحلقات دائما رشدت كل يوم تلاتسة عشر بالليل وأستودعكم في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في حلقة قادمة من رشدت اشتركوا في القناة تي آي جي فارما للصناعات الدوائية رتم حياتنا السريع غير في نظامنا الغذائي واكتشفنا بعد جائحة كورونا الأولى والتانية قد إيه مناعتنا ضعيف ولو حاولنا ننتزل بتغذية سليمة فبرضو جسمنا ما بياخدش احتياجه الكافي من الفيتامينز والمعادن اللازمة لبناء جسم صحي ومناعة قوية فلازم نقف جنب مناعتنا علشان مناعتنا تقف جنبنا بنقدم لكم شيدو وفانيسي بتركيبة فريدة لبناء مناعة قوية لكل أفراد الأسر فانيسي مكمل غذائي ومقوي للمناعة لأنه مدعم بيه لاكتوفيرل ايرل فيتامينزي ويبروتين وسواء كانت مناعتنا قوية أو حسنا أن مناعتنا ضعيفة فبنستخدم فانيسي للحفاظ على مناعة قوية وتقوية المناعة الضعيفة فانيسي للأطفال والكبار والشباب والرياضيين شيدو مكمل غذائي ومقوي للمناعة لأنه مدعم بيه لاكتوفيرل فيتامين سي ايرل ويبروتين وفايتامين بي كومبليكس وفونيك أسد بستخدم شيدو في حالة الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر وأمراض القلب وفي حالة السيدة الحامل فانيسي وشيدو أكياس بودرة بتعم الفانيسي ساشت على نص كبهة مية أو لبن وندوبه كويس ودمتم بمناعة قوية وسحة وعافية تي آي تي فارما لصناعة الدوائية